انبارح اتكلمنا في موضوع مهم جدا وطالبنا اتحاد كرة القدم ورابطة الاندية ان هم يخطبوا منظمة مكافحة المنشطات المصرية بضرورة اتخاذ عينات او اخذ عينات من لعبة النادي الاهلي ولعبة نادي الزمالك حتى في القمة القادمة ان شاء الله يوم السبت القادم حتى انا ساعتها قلت يا جماعة لو عايزين تاخدوا من لعبة الاهلي ما عندناش مشكلة لعبة الزمالك اما اعتقدش هيبقى في مشكلة الاجهزة الفنية هنا ماشي ما اعتقدش ان هيبقى في مشكلة الاجهزة الفنية هنا ماشي برضو مش هيبقى في مشكلة الاجهزة المدير الكورة المشرف على الكورة اللي انتو عايزين نعملوه هنا ولا هنا ما عندناش اي مشكلة في هذا الامر كل اللي عايز ياخد حاجة يعملها ولكن بنسعى دائما ان يكون دوري بدون منشطات دوري خالي من المنشطات والبداية تكون من مباراة القمة أنا تكلمت في الموضوع ده مبارح الحقيقة وعدد كبير من الأهلوية سندوا هذا الموضوع على التويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام الحقيقة وأمور كثيرة جدا ودايما قبل بس ما أكمل كلامي في هذا الأمر لما يكون في ظهرك جمهورك اعمل اللي انت عايزه في الحق في الحق دايما اعمل اللي انت عايزه عشان الجمهور بيحس وبيعرف من مبارح للنهاردة على كل مواقع التواصل الاجتماعي ملحمة كبيرة جدا الموضوع أصبح هو حديث الساعة الكل بيتكلم عن أهمية عمل اختبار للمنشطات لللاعبين خلال الفترة القادمة والكل قال ان ده أمر حتمي وضروري علشان كل الحقيقة تظهر كل الحقيقة تبان مين بياخد ايه وبيحطه في لسانه ولا تحت لسانه زي ما كنت نسمع من البعض مين بيعمل ايه علشان ياخده علشان بدل ما يجري 10 كيلو يجري 15 كيلو مين بياخد من المدير الفني بيتقال كده أنا ما عنديش معلومة مؤكدة ان في حد بيعمل كده ولكن ده كل الكلام اللي أنا سمعته خلال الفترات السابقة خلانا اطلع اتكلم في هذا الامر مبارح فأيضا بدأت حمالات للتوعية من الأدوية والمكملات الغذائية لانها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على الأبوة يعني بتكلم على المكملات الغذائية ايضا عقار الترامدور اللي اصبح كارثة على الرياضيين لانه كان مستخدم بشكل موسع بعدد كبير من اللاعبين وتم ادراجه مؤخرا وسيتم تطبيق هذا الامر بداية من اول يناير 2024 دي طبعا رسالة تحذير لأي رياضي بعدم استخدام هذا العقار حتى لا يقع في المحظور مستقبلا والنهاردة في فقرتنا الاخيرة حنتكلم عن هذا الامر بشكل اكبر مع عحمد ثابت وكريم سعيد ونعرض لحضراتكم ايه هي الادوية المحظورة النهاردة كان فيه بيان توعية لللاعبين من منظمة مكافحة المنشطات انا بشكرهم جدا الحقيقة على استجابتهم السريعة للكلام اللي احنا قلناه انا شخصيا ببقى سعيد جدا لما بنعمل دور ايجابي ونكون لنا دور فيه لما بنعمل حاجة ايجابية وبيكون لنا دور فيها ببقى سعيد جدا جدا انه الناس كلها بتتكلم عن هذا الامر من مبارح للنهاردة ليه ما يتبقاش مباراة الاهل والزمالك بداية لدوري بدون منشطات اللي انا سمعته خلال الفترة السابقة قبل ما ورح لحضراتكم برضو ايه اللي الكتب ده كان على يلا كورة ايه اللي الكتب على في الجول برضو لانه كلام مهم انا هحاول اخد كل الكلام ولكن اللي انا سمعته انه قبل مباريات الاهل والزمالك بتجد ان بعض اللاعبين بياخدوا بعض الامور ايه او قبل المباريات الكبيرة دايما بيحصل هذا الامر انا بستثني الحقيقة من هذا الامر انا حتكلم عن النادي الاهلي مليش علاقة بأي بالسبعتاشر نادي عشان ما حدش يقولك أنت بتكلم عن السبعتاشر النادي أنا بتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي خالي تماما من هذا الأمر ليه؟ لأنه بالعقل إحنا النادي الأهلي لما بيجي يلعب بيلعب في البطولة الأفريقية وبقالنا ثلاث سنين بنلعب في كاس العالم للأندية وبقالنا البطولات الأفريقية كل سنة بنلعبها وبالتالي دايما بتبقى في تحاليل المنشطات في مثل هذه البطولات الكبيرة يعني أنت دخل على كاس عالم يعني استبعد النادي الأهلي لكن إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية؟ أتمنى أن يكون هناك وعي بالكلام اللي إحنا بنقوله عندنا مباراة مهمة يوم السبت ننتظر من الجميع كل واحد يأدي دوره من فضل حضراتكم الدور يجب أن يكون واضح بداية من يوم السبت القادم أهو أنا راجل يعني هو بأخد الكلام ده على مسؤوليتي النادي الأهلي لم يصدر شيء رسمي ولكن أنا بأخد الكلام ده على مسؤوليتي حضرتك روح يوم السبت وحلل لعبة النادي الأهلي حلل الجهاز الفني للنادي الأهلي حلل لمدير الكرة في النادي ما عندناش مشكلة خالص لكن برضو حلل على الجانب الآخر اللي أنت عايزه ممكن يبقى فرض اتنين معرفش لأنه الحقيقة في مصدر برضو من منظمة المنشطات تتكلم على في الجول وقال إحنا خدنا عينات من فتوح وعبدالله جمعة وقال إن موقفه من القمة حيكون واضح وصريح إن لجنة مكافحة المنشطات بتتكلم دائما عن بتعمل وفقا لقواعد ومعايير ولوايح دولية ومحلية ولا تتعامل وفق طلبات أو رغبات من طرف ولا يوجد من الأساس استجابة للاتهمات أو تراشقات لأي طرف هو أنا آسف جدا أنا هنا حقف عند النقطة دي وتمنى إن هم يكونوا بيسمعون لا أنا متأكد إن هم بيسمعون لأنه أنا عارف إن كل حاجة وصلت لهم من بارها إحنا قلناها لكن هو حضراتكم شايفين إن أنا لما أطالب بإنه يكون بداية من يوم السبت القادم في مباراة كبيرة زي أهلي وزمالك ده معناه تراشق يعني إيه تراشق يا فندم يعني هو أنا لما أطالب إن أنا أكشف أو يبقى دوري بدون منشطات يبقى فيه تراشقات لأي أطرف متنفسة في أي لعبة رياضية ده هو اللي كاتب كده مصدر هو أنا اللي طلعت واعترفت إن فيه لعبة بتطعطى منشطات أو مخدرات مش أنا مش إسلام على فكرة مش إسلام خالص أنا كل اللي بطلبه إن حضرتك تقوم بدورك إمتى وإزاي وفين مش بتاعتي دي بتاعتك ولكن أنا ببص لكرة القدم المصرية ولمصلحة كرة القدم المصرية مش أنا اللي طلعت قلت يا جماعة ولا أنا عندي لعبة كزا مش أنا والله ما عرفش فيه فرق كبير فأنا كنت شاء وجهة نظري بقى اللي أنا قلتها ودي وجهة نظر إنه مباراة زي أهلي وزمالك أكبر مباراة في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي الكل بينظر لها ممكن جدا تكون بداية لدوري بدون منشطات مبادرة دوري بدون منشطات إيه بقى التراشق وإيه البتاعه وإيه الكلام وإيه إيه اللي حضراتكم بتقوله ده معرفش ده مصدر بيقول كده معرفش طبعا في الجول من المواقع الموثوقة جدا وبالتالي أنا متأكد إن الكلام ده حصل ولكن كان نفسي يقولولنا مين علشان أخطبوا مباشرة وكلموا وقولوا معلش هو معناه إيه الكلام ده برضو المصدر أكمل عمل المنظمة مكلف للغاية والعينة والواحدة بيتجاوز ثمانها 3000 جنيه ومع ارتفاع سعر الدولار ناجد صعوبة في تمويل المنظمة وسداد ثمن العينات من قبل اتحاد كرة القدم وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال إمكانية التواجد في مباراة القمة قائلا المنظمة لا تعمل وفق أهلية متوقعة فقد تتواجد في حدث غير متوقع أكثر من حضورها مباراة الكل يهتم بها مثل لقاء القمة بين الأهل والزمالك كما أنها ترفض الوصايا يا نهر ربي يهد إيه كلام الكبير ده كما أنها ترفض الوصايا عليها أو فرض إدارة معينة لطرف ضد طرف لأنها هيئة طبية محيدة تعمل تحت إشراف دولي كامل طيب نقطتين مهمين النقطة الأولى الفلوس استحالة تكون إن هي عائق علشان نمنع تعاطي المنشطات التحاد الكرة يتصرف وكده كده بيرجع على الأندية ده اللي أنا فهمه يعني يعني لو العينة تتاخد عينتين من كل مباراة يعني حوالي 7-8 تلاف جنيه 10 تلاف جنيه ماعتقدش فيه أندية لا توافق على أن أنت ما تاخد العينات النقطة التانية ماتش القمة هو ينفع أن حضرتك تعلن كده قبل ماتش القمة أساسا هو ينفع حضرتك تقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قبل ماتش القمة ما بين أهلي وزمالك ده أنا بتكلم بحسن نية إن يا جماعة من فضلكو يوم السبت في ماتش أهلي وزمالك عشان مصر كلها تشوف إن فيه منظمة المنشطات منظمة مكافحة المنشطات موجودة وبالتالي الكل يقلق فيقلل من المنشطات اللي بياخد أتمنى أن التصريحات دي تكون خداع فقط لا شيء آخر ومن الممكن جدا أن احنا نرى أفراد من منظمة مكافحة المنشطات موجودين في مباراة الأهلي وزمالك صدقوني هتلاقوا بعد كده أنا اللي يهمني مش إن أنا أنا يهمني طبعا أن حضراتكم تنزله ولكن الغرض أكبر وهو أن تختفي موضوع المنشطات ده من كرة القدم المصرية وليس شيء آخر فالحقيقة أنا الكلام ده يعني المنظمة لا تعمل أنا معلش الجملة دي حقرها مرة تانية لا تعمل وفق آلية متوقعة فقد تتواجد في حدث غير متوقع أكثر من حضورها مباراة الكل يهتم بها مثل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك كما أنها ترفض الوصاية عليها وفرض إدارة معينة لطرف ضد طرف لأنها هيئة طبية محايدة تعمل تحت إشراف دولي كامل علامات استفهام كبيرة جدا جدا على هذا الأمر أنا يعني أنا كنت متخيل أن الناس هتطلع تقول والله كلام محترم تعال نشوف يتطبق إزاي بسرعة وتساعدنا لو عايزيننا نساعدكم من خلال إحنا عندنا جمهور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي يقدروا يساعدونا يقدروا يضغطوا في حتة معينة قصة الفلوس دي سهل جدا أنه نتصرف فيها مع اتحاد كرة القدم ونخاطب اتحاد كرة القدم أنه هو ياخد الأندية ليه حضرتك خط الكلام في فكرة الوصاية وفرض الإدارة أو فرض إرادة معينة ليه فاندي بالكلام ده على فكرة مش إسلام اللي طلع قال أنا عندي لعيبة بتاخد منشطات أو مخدرات مش أنا خالص في حد تاني اللي طلع قال الكلام ده ما عرفش حداك عارف ولا لا أو يعني المصدر اللي طلع قال هذا الكلام عارف اللي أنا بقوله ده ولا مش عارفه لكن عموما أتمنى أنهنا الكلام ده بس يصبح بس إيه كلامه خلاص بيتقال كلامه خلاص بيتقال لأنه أتمنى أن نجد منظمة مكافحة المنشطات موجودة يوم السبت القادم في مباراة الأهل والزمالك لأن ده حيدي الناس كلها هتبتلي تعرف وحتبتلي تتكلم واللعيبة كلها هتبتلي تتكلم في هذا الأمر وبالتالي هتلاقي كله هيقلق فهيخاف فهيقلل المنشطات اللي بياخدها إذا كان حد بياخد منشطات دي كانت وجهة نظري وأنا طرحتها أتمنى أن هي يبدأ هذا التطبيق من يوم السبت والكلام الكبير اللي حضراتكم بتقوله ده